حذر وزير الخارجية سامح شكري من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطع غزة مشددا على ضرورة قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقرار 2728 وإدخال المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني وخلال استقباله نظيره النيوزيلاندي وانستون بيترز جدد شكري رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القصري لسكان غزة أو الاكتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية بدوره حرص بيترز على الاستماع إلى تقييم الوزير سامح شكري لمختلف جوانب الأزمة هذا فضلا عن المساعي التي تبذلها مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وجهود الوساطة